هنروح لمنتخب الطائرة منتخب مصر الأول لكرة الطائرة بيودع بطولة العالم بعد طبعا الخسائر اللي لقاها ويخرج من دور المجموعات وانتخبنا الوطني الأول لرجال لكرة الطائرة بكادة مدير الفني حسن الحصري يودع منافسات بطولة العالم واللي بتتلاقي في سولفينيا وبولندا في الفترة من 26 أغسطس وحتى 11 سبتمبر اللي جاي بإذن الرحمن المنتخب كان ودع البطولة من الدور الأول بعد الخسارة قدام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2 منتخبنا للأسف خسر الثلاث مدشاط بعد خسارة هولندا 3-0 وبعد كده إيران 3-1 ووصولا بالأرجنتين 3-2 المنتخب كان بضم بين صفوفة 14 لعبا هم من حسام يوسف أحمد فتحي محمد مصطفى لعبة أحمد سعيد أحمد ضياء عبد الرحمن الحسيني محمد عدل سلامة محمد المهدي محمد مجد الجون عبد الرحمن سعودي محمد رضا محمد رمضان رضا هيكل أحمد ولكن طبعا إحنا هنا محتاجين نقف واقفة صغيرة كده ونتمنى أن المسؤولين في اتحاد كرة الطائرة يعيد الأمور إلى نصابها مرة أخرى الكرة الطائرة في مصر بتمر بهزة يمكن منتخب الشباب كان فاز ببطولة أفريقيا منذ أيام ولكن هذا ليس كافيا لازم المنتخب الكبير يكون في الصورة بشكل أفضل نتمنى إن شاء الله لعودة مرة أخرى يعني يتربوا على عرش أفريقيا وفي نفس الوقت يبقى على أقل نتأهل الدور اللي بعد كده في دور المجموعات كالعادة زي ما شفنا في جيل طبعا كابتر أحمد صلاح وعبد الرحمن السلام والأجيال السابقة كان دايما المنتخب مصر بشكل كبير بيوصل للدور اللي بعد المجموعات لا تمنى اتحاد كرة الطائرة يعيد الأمور إلى نصابها أعداد جواب كويس لازم يكون فيه أعداد كويس المنتخب لم يحظى بأعداد جايب بالمرة ولكن محتاجين يمكن الزروف ما كانتش موادية ولكن اللي جاي لازم يتم الاستعداد ليه بشكل جويس لأن مصر تستحق الكثير في الكرة الطائرة